السلام عليكم اهلا حبيباتي ومرحبا بكم مشتركات المتفرجين الكرام مرحبا بكم في قناتكم كوزين تحنان اليوم سوف نعطيكم وصفة الشكشوكا او الحميس بطريقة جدا رائعة لذيذة جدا سوف نبدأ معكم بسم الله هنا لدي كمية من الفلفل الحلو لالامانة مجمد لان كانت كمية وفيرة كمية كبيرة شويتها وجمدتها هي والحبات البيضنجال هنا البنت الصغرى تعينا موسى سوف يدخلكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا كما راكم تشوفوا حبيبات من الفلفل هنا راهو مشوي ومقشة ويعني مجمد انتو ما راهو عندكم مجمد ولا واجد ولا رايح انتديروه يعني هكذا كما زال ما استعملتوش تشوي وها عادي وتحطوه تقطعو في صحن هنا كما راكم تشوفو عندي صحن من الفلفل الحلو انا نحب الفلفل الحلو وهو اللي هاداك اللي القشرة عوخشينا وتكون معا حبة ولا زوجي يعني الفلفل الحلو الأحمر وضفت الصحن كما راكم تشوفو فيه معا حبة دنجال او بدنجال كل واحد وكيف شو يقولو مجمد ومقطع كما راكم تشوفو قطع صغيرة هنا عملت مقلاء مقلاكس عملت فيها شكشو كما نعرفو خاصة نفيها الدنجال او البدنجال تحب الزيت عملت 6 ملاعق زيت يسخن 5 فصوص من الثوم مبشور كما راكم تشوفه الثوم حطيته غير السخن يعني زيت الدريحة لا نخلو شي حمار وحطيت فوق قطع الفلفل الحلو كما راكم تشوفه وحبت البادنجال او الدنجال مقطعة كما راكم تشوفه لما سخنت المقلعة سخن معي الثوم عملتهم وراني نخلط عملت لما غلعت معي عملت الملح ورشة فلفل اسود وعملت طماطم لابس بها حمرة لازم تكون حمرة لابس بها حمرة لازم تجينيش الفلفل شكشوكة تعنا قارصة نحيت لها القشرة لا رهيش من شوية هنا ما كانت عندي جهزة من شوية حبيتوا تشويهانتوما ولا شويتوها وخبيتوها مع الفلفل كيف كيف نفس النتيجة هنا طماطم عادي كما راكم تشوفو طابت واحد المنبا 4 ساعة المنبا 4 ساعة المنبا 4 ساعة وراني نقلب على نار هادية على نار قليلة وعطيتني اروع فلفل حلو يعني جربوه خاصة حبة البادنجال او دنجال تعطيلي الفلفل حلو والشكشوكة تعني هذي ذوق رائع جد ورائع الذي ذبل بالزعب جربوها وقولولي اشتركوا في القناة لا ترقبوا الجديد اشتركوا في القناة